بسم الله الرحمن الرحيم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعمل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بك عبده ويخففونك بالذين لم يعدونه ومن يضلل الله فما له لم يهدل الله فما له لم يضل أليس الله بعزيعة من تقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول من الله قل أفرعيتم ما تدعون من عدون الله أرادني الله بذر هل هنك شكات ضره هل هنك شكات ضره أو أرادني برحمة هل هنم سكات رحمة قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قومي علو على مكانتك إني عامبا فسوف تعلمون من يأتيه عذابه ويخضيه ويحل عليه عذاب المعين إنا أنزلنا عليك الكتاول والناس بالحق فمن اهدداف لنفسه ومنه ما ظل فإنما يضل عليها وما آت عليهم بوقيل الله يتوفى الأمور حين موتها والتي لم تمت في منامها فينسك التي قضى عليها الموت ويرسل الكفرى إليها أجل مسمى إن في ذلك العايات اللي قاموا يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاء أقول أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم في السماوات والأرض ثم إليه تغلعون وإذا ذكر الله وحده شفاء أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين مما دونه إذا هم يستبشرون قل الله مفاكر السماوات والأرض يعالم غيب والشهادة ينوات تحته بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أردون للذين ولموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به منها سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم مما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ودعنا ثم إذا خولناه نعمة منها قال إنما أوتيته على علم بلئه يفتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأسأبهم سيئات ما كسبوا وحاق والذين ظلموا والذين ظلموا لهم هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم لمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط فردق لمن يساء ويقدر إن في ذلك لآياته لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرقوا على أماقصهم لا تقزطوه الرحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفل ورحيم وأني بنيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فاتبعوا أحسن ما أعزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغطة وأنتم لا تشعرون أو تقول نفسي يا حسبة أعلى ما قرأت في جنب الله وإنها كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكوات من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرته فأكون من المحسنين ولا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستقبرت وقوات من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله رجوههم مسودة أليس في جهنم مطول بهم تكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يبسهم السوء ولا هم يحضرون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء موكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله لذائك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون لي أعبد أيها الجاهلون ولقد قوة إليك وإلى الذين قبلك لئن أسرق ليحضر عملك ولتكون من الخاسرين ولله فاعبدكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات وفي ياد بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فاعك ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه قرار فإذا هم طيام ينذرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضيع الكتاب ووضيع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يضرمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل رسل منكم يطلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقوع يوم هذا قالوا بلى ولكن أحقت قلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فباسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأولثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حافين توازيل الكتاب من الله العزيز العليم وعفل الذنب وقابل الضوب شديد العقاب ضد الضول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا للذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولا حساب بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباقي بالباقي بحذوبه الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه وكذلك حبقت قلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب من النار الذين يحملون العرش ومن حوله لصبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وسعت كل شيء رحمة وعلمة فضل الذين تابوا واتبعوا صبيل أوقهم عذاب الجحيم وربنا وأدخلهم جناد عدن التي وعدهم ومع صلح من آبائهم وأزوادهم وذرياتهم إنك مات لعدل الحكيم وقهم السيئات وماتق السيئات يوم إذن الله فقد رحمته وذلك هو الحوض العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قد الله أكبر من مقتك آفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحجيتنا اثنتين فاعترفنا بقلوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرطا فإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينئب فاذعوا الله مخلص ولله الدين ولو كده الكافرون رفيع الدرجات ذو العرض يلقي الروح ويلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من يماذر يوم الطلاق يوما بارزون لا يخفى على الله منه شيء لمن الملق اليوم لله الواحد القهار اليوم تجذى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأواذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجد لدى الحناجد كاظرين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقاع يعلم فائلة الأعلم وما تقف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السريع البصير أولم يسيروا في الأرض فينفاضه كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآخرهم وفي الأرض فأخذه الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم قانت تأتيهم وصلهم بالبينات فكفروا فأخذه الله إن الله إنه قبيل وشديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلق صنمهم إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر وكذاب فلما جاءهم بالحق من عادنا قالوا قذلوا أبناء الذين آمنا معه واستحصلوا نساءهم فما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقضوا موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يمدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الحساد وقال موسى إني عظت بربي وربكم من كل متكبر الله يؤمن بجوم الحساب وقال رجل المؤمن من آل فرعون يقنوا إيمانه أتقلون رجلا أن يقول ربي الله وأدجاكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبكم وإن يكو صادقين نصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرح كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يناصرنا من معس الله من عجاء أنا قال فرعون هؤليكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم من يوم أحزابه مثل دعب قوم نوح وعاد وثمد والذين من معده وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنازي يوم تولون مدبذين ما لكم من الله من عاصم فمن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك شك ما جاءكم به حتى إذا هلقوا لكم لن يبعث الله من بعده رسولا فذلك يضل الله ما هو مسر فسر مرقابة الذين يجادلون في آيات الله الويل سلطان أتاه الكبر مقتن عاد الله وعاد الذين آمنوا كذلك يقبع الله على كل قلب متقبر على كل قلب متقبر وجبار وقال فرعون لها ما لبني سرحا لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله النساء وإني لأوده كاذبا وكذلك زين لفرعون صوء وعمله وجد عن السبيل وما قيد فرعون إلا في تبابه وقال الذين لي آمنوا يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرسول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو مفا وهو مخمن فأولئك يدخلون الجنة ينذقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأسرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرى أنما تدعونني إليه ليس له دعوة 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 في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لهم وأفضوا أمري إلى الله إن الله مصير بالعباد فبقاه الله سيئة بها مفر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعدون عليها غضو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فقولوا عفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم لطبعا فهل أماتم مغنون على نسيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل نور فيها إن الله قد حقنا بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يطفف عنا يوم من العذاب قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال